أستاذ علي بجد كنت بعض أتفرج عليه في الجزء الأولاني أنا مش في مشهد وهو بيخرج مشهد هو قاعد بالضبط عامل كده على المونتور مخبي كده علشان يشوف كويس وعمال يضحك على المشهد يعني عمال يعمل كده لو هو دحك يبع تمام يعني وهو حقيقي دمه خفيف جدا أنت بتستخدم الحكادي بالنسبة أنت بتحط في دماغ الحكادي لو أنت متحكتش ما تقتنعش تستخدم نفسك كمؤشر أنا الجمهور أنا أول حد بيتفرق يعني أنا بتحك على الورق يعني من وقتنا عاديين بنكتب المشهد طب أنا آسف ما فيش جزء سياسي في مسألة أنه الورق مكتوب من الأستاذة زينب سياسي؟ أيوة؟ سياسي بمعنى أنك لازم تضحك العكس؟ الناس فهم غلط ناقد مرعب يجعل بيت يتخالي دا أحنا ببقى صعبة أوي لا أنا بقى أشفق عليها يعني أنا ما اشتغلت مع مخريين آخرين يعني يا راحة بترتاح بترتاح جدا جدا هادي الورق وقف الموبايل إنما أروح فين في البيت يعني بصلاح لها المصبخ اللي أعد باقي حتة صلاحي دا أعيز الغداء وعايز الورق مع بعض يعني أرى خلاصتي الغداء ما أنا كنت بكتب سيبي الكتابة طيب خلاص بناكل هادي أشتكتبي بقى ولا إيه؟ بصلا أنا مش هقول لني مغامر بالإنتاج عشان للوقت بقى في مسميات كثيرة قوي للعملية الإنتاجية يعني بقى في تمويل بيجي من التوزيع بيبقى في شركة بتشارك في الإنتاج أو بتدعم هذا الإنتاج معنوياً ولوجستياً وساعات بالفلوس في منتج منفز على أرض العمل بيبقى موجود بشكل يومي ودقيق في كل تفاصيل العمل في منتج فني فأنا دوري يعني يمكن الاسم إني مشرف عام على الإنتاج بس والحية أنا تبنيت المشروع ده من بدايته خالص بعد الثلاسي يعني النجم مصطفى أمر وستاذة زينة أبو علي إدريس فأنا كنت رابع حد ينضم للمتأمرين دول وتحمست للمشروع وساعات زهاباً وقياباً كتير جداً وأحبطت كتير في الطريق وأحبطهم معايا شوية وساعات يعني تتكلم وخلاص لقيت جهة التمويل أو لقيت وبعدين فجأة لأ بتده يبيع ويشتري فيك بتده يرخص في تمن البيعة بتده يقول لك لأ السنة الآن لأ السنة الشاكك لأ السنة وأنت هتعرفيك بيهم كلهم طب هم هيرضوا طب مشارف إيه؟ آه دي مشكلة تانية طبعاً فبسوها طبعاً أنا ما ساعدش غير لما تكلمت مع أصحاب الملكية الفكرية للمشروع اللي هو أستاذ علي إدريس وزينة بعزيز لو هتعملي الفيلم لو فيه إمكانية بسمة نفس الشيء وهكذا أقول لها كانت في أمريكا بس أقول لها كان عندي إيمان إن هي لو حبت المشروع هنرجحها من أمريكا فكمان في النص كان فيه محاولات ثلاث سنين قبل أن نضم للمجموعة الإنتاج المشروع ده قعدت تحاول 2019 من 2019 أولادة متعسرة جداً أولادة متعسرة فعلاً جداً عشان كده هو إنجاز كبير جداً جداً وأنا فخورة وفخورة بالمشوار ده وفخورة بزميلي اللي وقفوا معي لأن أنا حقيقة أكتر دعم لقيته في هذا الفيلم وفي هذا المشروع جي من جهتين من زميلاتي وزميلي وصناع العمل وجي من الإعلام ومن الصحفة وصلتي بي للنقطة أه والله العظيم بكلم بمتعة الأمان يعني الخناء اللي حصلت أه إيه بأمان لأنه ما تخص ناش الأستاذ طارق قال أنا أبشرى تمام كويس ووضح إنه بقى المشكلة مقصورة على مصطفى أمر أيوة وعلى أستاذ طارق أستاذ طارق أيوة الفيلم دفع تمام للخناء دي أو أنه دفع تمام للخناء طبعا إلى حد كبير الفيلم بس اتخذ في الرجلين واختزل نجاحه ورا الكاميرا وامام الكاميرا واختزل رأي الجمهور اللي كان إيجابي جدا جدا في هذا الصراع الجانبي الشخصي في رأي يعني والحقيقة أنه بجد الإراد قال كلمته الجمهور قال كلمته من خلال شباك الإراد ومن خلال أراءه كمان اللي هي بعيدة عن الصراعات اللي هو الجمهور اللي عادي الحقيقي الطبيعي بس بيقال ساعات أنه أي حاجة زي دي عارفين ناجتف بوبوليسيتي